اشتركوا في القناة شمال شقة ادلب بحسب مراسل حلب اليوم طائرة مسيرة تركية تستهدف موقع لقسد في حي الاربوية بمدينة القامش لشمال الحسكة بحسب صفحات محلية قصف مدفعي تركي يستهدف مواقع قسد في منطقة تنرفعة بريف حلب الشمالي بحسب مراسل حلب اليوم مقتل ثلاثة عناصر واصابة ستة اخرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الاسد بهجوم مسلح قرب حقل غازي اراك شمال تدمر بريف حمص الشرقي الامن اللبناني يوقف ثلاثة سوريين في بلدة الهر شمال طرابلس وبحوزتهم احد عشر الف حبة من الحبوب المخدرة وكمية من المواد الاولية لتصنيع المخدرات اشتركوا في القناة شكرا